بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدين في حياتنا كل دين له أساسيات له إيش؟ أساسيات لابد أن يعرفها كل صغير وكبير ما لابد معرفته من هذا الدين سوف نتعرض لهذا الكتاب الذي ألفه الدكتور العرفج يجب أن نتعلم ما هي عقيدتنا وما هي أخلاقنا وما هي آدابنا على كل أب وأم أن يعلم أولاده أطفاله هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه العبادات وهذه العقيدة السمحة تعالوا معنا ومع كتاب الدكتور العرفج معرفة الدين من الأساسيات حقيقة وكتابنا اليوم مهم جدا حقيقة لكل أب وكل أم مع أطفالهم والعنوان هو ما لابد من معرفته عن الإسلام ما الذي يجب أن أعرفه عن هذا الدين ما هي الأصول الثلاثة لهذا الدين التي يجب أنا أن أعرفها وبهذه الطريقة أنا أعرف هذا الدين الأصول الثلاثة الأصل الأول هو أن تعرف من هو ربك من هو الله سبحانه وتعالى ما هي أسماؤه ما هي صفاته ولماذا أنا أعبده الأصل الثاني أن أعرف النبي الذي أرسله الله عز وجل إلي من هو نبيك طيب من هو محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء به ما هي صفاته ما هي سننه ما الذي أتى به أعرف تاريخه وأعرف سيرته صلى الله عليه وسلم فبذلك إيش أعرف ما لابد لي أن أعرفه عن هذا الدين الأصل الثالث هي قضية ما دينك وهي الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره عندما يوضع فيأتيه الملكان فيجلسانه فيسألانه عن هذه الأسئلة الثلاثة طيب ما هو هذا الدين طيب ما هي أركان الإيمان ما هي أركان الإسلام طيب ما هي الصلاة وما هو الصوم الآن نحن في شهر الصوم ما هو الصوم لماذا أنا أصوم ما هي أركان الصيام ما هي مبطلات الصيام ما هي آدابه وسنن أيش الصيام يجب أن أعرف هذه الأمور عن هذا الدين الكتاب حقيقة لفضيلة الشيخ محمد بن علي العرفج كتاب رائع وجميل وكنت حقيقة أتمنى أن يكون إخراج الكتاب حقيقة أجمل من ذلك الكتاب حقيقة يتعرض للكثير من الأشياء التي يتكلم عنها الإسلام يتكلم عنها الأصول المسائل الأربعة يتكلم عن مراتب الدين يتكلم عن أركان الإسلام يتكلم عن قضايا العبادة يتكلم عن قضايا الأخلاق والآداب الإسلامية يتكلم عن المحرمات والمنهيات يتكلم عن محرمات استهانة بها الناس يتكلم أخيرا عن ما يفعله من أراد أن يعتنق الإسلام كتاب جميل حقيقة وفيه الكثير من الفوائد التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم ومسلمة خلونا بس نتكلم عن القضايا هذه نتكلم عن الآداب الإسلامية للناشئة التعامل مع الناس هذا لابد أن أعرفه من هذا الدين آداب التعامل مع الناس استخدام الفاضل الأدب عند مخاطبة الآخرين مثل إذا سمعت شكرا عفوا ززاك الله خيرا أثابك الله بارك الله فيك حفظك الله هذه الكلمات يجب أن أتعلمها حقيقة أن أنا أخاطب الناس ويتعلمها أبنائي وهم يخاطبون الناس ينادي الكبير بلفظ التوقير والاحترام مثل يا عم يا خال لما أشوف واحد أكبر مني أقول له يا عمي يا خالي زين ينادي من في سنه بلفظ الاحترام مثل أخي زين أو أحب الأسماء إليه كنيته أبو فلان أبو إبراهيم أبو خليل أبو عبد الرحمن زين البشاشة عند ملاقات الناس والتعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا من أكثر الناس تبسما كما روية عن الصحابة الكرام يتعود على قضية الصبر والتسامح وترك الانتقام احترام أصحاب المهن والوظائف الصغيرة احترام أصحاب المهن والوظائف الصغيرة في بعض المرات أنا جاني واتساب جميل قال لي تخيل لو أننا أصبحنا غدا وقد اختفى كل من يعمل في مجال النظافة اللي احنا نسميهم الزبالين الزين فأذكر أن أحد الآباء ابنه فتح الباب كان فيه جرس جرس الباب يرن فراح فتح الباب فشاف مين صاحب القمامة فجاء إلى أبي قال يا أبي هذا صاحب القمامة قال لا يا بني نحن أصحاب القمامة ترى هذه نحن أصحاب القمامة هو صاحب النظافة يأتي يأخذ القمامة التي لنا ويزيلها ويذهب بها إلى المكان المناسب لها تخيل شوف الأب شون يعلم ولده قضية شون يتعامل مع هذا الإنسان لو اختفى الزبالون من عالمنا غدا ما الذي يحدث سوف تعم الفوضى العالم أبد الروائح الكريهة والمزابل سوف تنتشر في كل مكان زين وتصبح فوضى تصبح فوضى في عالمنا فيجب أن نحترم أصحاب المهن تخيل لو أن أنني أعيش في قرية لا يوجد فيها سباك لا يوجد فيها سباك كيف تصبح حياتي لو عندي عطل في بيتي أحد الحمامات اخترب أعزكم الله زين وعندي مشكلة ولا أعرف أن أصلح هذه المشكلة لازم أعيب سباك يصلح هذه المشكلة ولا يوجد في القرية سباك مع أن كثير من الناس ينظرون نظرة الزراء واحتقار لهذه المهنة لكن مهنة السباكة هي واحدة من المهن التي نحن نعيش فيها كذلك يقول حسن التعامل مع الخدم وغيرهم يا أخي أنا أتعجب من كثير من الناس أحيانا الذي لا يحترم الخادمة التي تعمل لديه ويعاملها زين معاملة غير إنسانية مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهؤلاء إخوانكم إخوانكم جاءوا صاروا با تحت أيديكم زين فيجب أن أعاملهم باحترام يأكلون مما أأكل ويلبسون مما نلبس كان عبد الرحمن بن عوف وهو أغنى أغنياء الصحابة على الإطلاق إذا مشى مع خدمه وعبيده لا يعرف من بينهم لأنهم كلهم يلبسون نفس اللبس زين يلبسهم من نفس القماش الذي هو يلبسه ومن نفس الثوب الذي هو يلبسه ومن نفس الطعام الذي يأكله زين التهنئة بالمناسبات الإسلامية السعيدة والدعاء للمسلمين زين والدعاء أيضا للمسلمين التعود على النظام والترتيب عند التعامل مع الناس وحسن الخلق عدم مصاحبة إيش الأشرار عدم مصاحبة الأشرار فعلا أنا لازم أعلم ولدي وأعلم بنتي أن لا تصاحب إيش الأشرار لأن الصاحب كما يقال ساحب إذا أنت صاحبت الأشرار سوف تتطبع بطباعهم وإذا أنت صاحبت الأخيار أيضا سوف تتطبع بطباعهم آداب الإسلام هي أن تبدأ بالسلام قبل الكلام تبدأ بالسلام قبل الكلام وهذا هو فعلا الآن موجود في كل دول العالم كل الأمم عندهم هذا إيش هذه الآداب وهذه من أساسيات إيش الآداب عندنا في الإسلام عندما أدخل على جماعة يجب أن أبدأ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد السلام واجب تسلم على كل مسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه وهذا مما ينشر المحبة بين الناس تسلم على الصغير وعلى الكبير حتى لو كان هذا الطفل صغير تدخل على أطفال صغار تسلم عليه وتدخل على كبار تسلم إيش عليهم حقوق الوالدين أبدأهما بالسلام أستأذن قبل الدخول عليهم أستأذن إذا أردت الخروج من المنزل حتى وأنا أطلع من المنزل أبوي موجود في البيت رجل كبير في السن أمي موجودة امرأة كبيرة في السن أذهب إليها وأستأذنها في الخروج هل تريد مني شيئا زين أني سوف أخرج وأستأذنها في ذلك أقدم أبي وأمي عند الدخول والخروج من المنزل وقدم أبي وأمي عند الدخول أو الخروج أنا معاي أبوي وأمي يأين بندش المنزل أو يأين بندش السوق وقدمهم هم أمامي مش أنا اللي قال إيش أمشي أمامهم أجعلهم هم أمامي وأنا خلفهم في الدخول أو في الخروج لا أناديهم بأسمائهم قط بل أقول أبي وأمي أحيانا أنا بعض العوائل حقيقة كان عندنا بعض الجيران ينادون أبهاتهم وأمهاتهم بأسمائهم زين يدخل البيت يقول يا علي يا محمد طيب هذا مو صديقك زين هذا مو زميلك في العمل هذا أب وهذه أم ينادونهم بأسمائهم وهذه من قلة الأدب ومن قلة الاحترام أيضا بعض أفضال الوالدين أمك فضل هذه الأم التي حملتني في بطنها تسعة أشهر وعانت من آلام الولادة والمخاض هذه الأم التي كانت ترعاني وأنا طفل عاجز تماما عن فعلي أي شيء فكانت هي التي تطعمني تخيل أنت الطفل الصغير كم مرة يأكل ويشرف اليوم كم مرة يريد حليب يمكن تقريبا عشر مرات ليس كالرجل الكبير الذي يأكل ثلاث وجبات تخيل أنه يحتاج إلى تبديل وإلى الغسيل وأن تغسله من البراز وأن تغسله من البول أعزكم الله كم مرة يحتاج هذا الطفل الرضيع من الذي يقوم بذلك هذه الأم الآداب مع الجيران الآداب مع المبتلكات الخاصة للحكومة مثل الحدائق مثل الشوارع مثل المدارس أنا أذكر كان عندنا مدرسة مشهورة أن فيها أعتل أتاه من المشاغبين مرة دخلتها قديما ما كان عندنا يعني إحنا ما من الجيل الذي لم يحظى بالمكيفات فكان يعني أقصى ما لدينا هي إيش المراوح فدخلت واحدة من هالمدارس اللي فيها المشاغبين العتاء ما في ولا مروحة سليمة كلها مطعوجة الزين تخيل يعني وين الآداب وين الإيش يعني المحافظة على المتلكات العامة العامة الدروج الأدراج كلها إيش يعني مكتوب عليها ومنحوت عليها ويعني قذرة جدا 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 عدم المحافظة هذه أيضا إيش من قلة الأدب يجب المحافظة على كل ما هو من الممتلكات العامة خاصة في حتى المكاتب العامة كتاب جميل جدا حقيقة ويعجبني حقيقة فصل إيش الآداب وما تتعلق بآداب الوالدين وآداب الجيران وآداب الممتلكات العامة كتاب رائع وجميل أتمنى أن يكون حقيقة في مكتبتي كل أسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة